من كل الإجراءات تفتيش ركاب حقائب إلى آخره من المؤكد أن منظومة التأمين في المطارات قد تغيرت ويعني أنا متأكد من ذلك تماما لكن المسألة العالم المخابراتي أو العالم أو فنون اختطاف الطائرات على الفكرة ده دلوقتي سيد ياسين في ناس بتنزل من الطائرات دلوقتي في ناس طيب ودي قبرص الآن هل هنا دول من الركاب التلاتة الموجودين اللي هم أجانب وفي حد بينزل من الشباك دلوقتي من الطائرة في حد بينزل من الشباك أهو صحيح في حاجة بتحصل جوه في عملية بتحصل جوه الطائرة دلوقتي ده حد نزل من فيه اتنين نزل من السلم واللي بيجري ده نزل من شباك الطائرة من الإزاز بتاع الطائرة فتح ونزل فيه تلاتة خرجوا دلوقتي اثنين من على السلم وواحد من شباك الطيارة احنا مش منتابع فيلم احنا منتابع سيناريو على الواقع والحقيقة طيارة المختطفة لنزلت ابروس دلوقتي نزل منها من حوالي ساعتين اثنين وخمسين راكب بما فينهم عدد من الطاقم المضيفين الطيارة اثنين من الطاقم الطيارة اللي هما كان عدوهم سبعة دلوقتي اللي فضل في الطيارة كان سبعة كان اربعة بقى كان عمر جمل والمساعد وفرد امن ومضيف الطيارات وتلات ركاب دلوقتي شوفنا تلاتة نزلوا هذا يعني ان سيناريو التفاوض ما زال قائما سيناريو بالزبط تمام لانه في تمانين في المية من حوادث الطائرات في العالم او حوادث اختطاف الطائرات يتم البدء فيها عن طريق التفاوض بشكل اساسي ونسبة ما تم انجاحه في هذه المسألة تمانين في المية من انقاذ الطائرات فربما ما زال سيناريو التفاوض مستمرا ولكن استعداد القوات الخاصة القبرصية ده امر طبيعي وبديهي استعداد للقرار هل هناك يتطلب الامر الاقتحام او عدم الاقتحام لا بس انه خرجوا من الباب الطيارة واللي خرج من شباك او من ازاز القبطان او كابتن الطيارة ده معناه انه بيهربوا بيجروا وممكن انه سمح لهم لسبب بسيط خالص لانه الكابينة بتاعت الطيارة دلوقتي اصبحت مؤمنة بشفرة سرية زمان كانت بتتفتح بالابواب المغلق يعني باللوق العادي دلوقتي فيه شفرة سرية فمعنى كده انه هو سمح له بالخروج من باب الطائرة تمام انه هو ممكن يكون اقتصر على ثلاث افراد الاخرين لانه فرضو هنلاحظ انه لو فرد واحد صعب التعامل او تأمين او الحفاظ على نفسه وحياته او يعني انه سيطر على مجموعة اكتر من سبع افراد فربما مال انه بيريح نفسه شوية ويطلع الباقي لحين مسألة التفاوض ان تكتمل لانه لاحظ دلوقتي معرفش طلبات انا بس الشيء الشيء بالزبط دينه دين نقطة معرفش طلباته هنقدر نقيم اه عايزين نوضح بس اعود بس الناس دلوقتي عايز افكرهم باللحظة اللي شفناها وهنرجعها لحضركم احنا سجلناها وهنرجعها دلوقتي لحضركم الطيارة هي كان فيه سيناريو دلوقتي شفناه بعد الـ 52 ركب اللي خرجوا من ضمنهم اتنين او تلاتة من التقم الطيارة خرج ثلاتة ادي الكادر اهو الكادر اهو نعيده لحضراتكم الكادر اهو بنعيده فيه اتنين هاخروجه من باب الطيارة دلوقتي بيجروا وفيه واحد ثالت اهو نازل بالشنططه نازل بالشنططه نازل بالشنططه بيجر ده من ركاب يبقى دعم حد من ركاب يبقى ده حد من الثلاثة ركاب ده حد من الركاب التلاتة اللي لسه موجودين لانه نازل بالحقيبة بتاعته بشانطته يعني نازل مؤمن ومش نازل يعني انه وراه حد ما سيكله مسدس او سلاح او حاجة او بيولي اجري او حاجة ونلاقي كمان حد هيطلع من هنلاقي دلوقتي كمان حد هيطلع من الباب باب الطيارة كمان وطبعا حد تاني هيطلع من شباك الطيارة من الكابينة بتاعت الطيار اهوم اهوم اتنين هوم بيخرجوا معاش صورة بعيدة يا جماعة اهي 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 دلوقتي اتنين نزلوا اتنين نزلوا وفي اتنين اهو ادي اتنين هوم نزلين ادي اتنين نزلين انا طبعا مش قادرين نستوضح اه لا ده فيه تلاتة كمان لان فيه حد نزل قبليهم وفيه تلاتة احنا بتكلم على فيه 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 تفاوض يعني فيه مرحلة متماة في اطار التفاوض دلوقتي بالدم اه بص حضرتك هو السيناريو بداية يعني يعني سيناريو بصراحة هذه الطائرة امر غريب اولا مطلع المصريين في البداية ادي ادي اه تمام بعد كده طيب طيب ده اللي بينزل ده اللي بينزل بينزل على الهوى دلوقتي اهو ياسيم ده اللي بينزل على الهوى اه من من شباك كبينة الطيارة شباك كبينة الطيارة انا معرفش مسافة قد ايه دي يعني معرفهوش بس ايه مسافة كبيرة جدا عشان الراجل ينط اه طبعا بالطريقة دي ولقوا واخذ وقت اهو بينفد بعمره يعني ينفد بجلده بالبلد دي كده وبيبدو انا ممكن يكون حدثة عملية اشتباك داخل مع فرد الامن ممكن تكون هنا يدل على حاجة يا اما فيه تفاوض وقال لهو مجرو يا اما فيه اشتباك ما بين مساعد الطيار والطياء والقائد الطيارة وفرد الامن الموجود وفرد الامن الموجود وطبعا افلوا باب كبينة الطيارة وخرجوا احنا بنفترض سيناريوها بس هو ورح نزول الناس نزلين بشكل طبيعي النزل من الباب كان بشكل طبيعي اللي نزل من شباك الطيارة شباك الطيارة نزل طبعا بشكل طبيعي ومسافة كبيرة مسافة كبيرة بس واخد وقت في النزول لا ما طلب اخرج من الشباك خلاص بقى نفت بجلده خرج من الأزمة خرج من المشكلة طيب أنا معي دهوقت سيادة الوقت سلامة الجهري طبعا قائد مكافحة المخابرات قائد مكافحة القائد الصابق طبعا في مكافحة الخبرات سيادة الوقت معي على التليفون سيادة الوقت تحياتي يا فاندم